ازايكم حبابي عاملين ايه رب تكونوا بخير النهار ده بقى هنعمل مع بعض الشهورمة الجميلة دي بصوا عاملت ازاي ما شاء الله جميلة جدا انا بقى واركوا عملتها ازاي بكل سهولة يلا بنا اول حاجة كده انا معايا بولا بصوا بقى اهكز ده خلطة الشهورمة ده تحفة جدا من كنور حلوة قوي بص ده من كنور حلوة قوي طعمه تحفة انا بحب اجيبه في نوع تاني من فين فوز بس مش حلو نبقى احلى منه بكتير الخلطة بتاعته تعمها رهيب بصوا بقى انا هفضي الكيس كل حاجة طبعا مكتوبة عليه آآ مكونات بتاعته هنفضيها كلها في قلب البولا وهنحط زيت تلات معلق زي القبار بصوا جميل جدا ان شاء الله برضو كعملكم مرة كده بالتوابل بتاعت البيت اللي عندي بس انا برضو كحبيت اواريكم اللي الكيس الجاهز آآ مش وحش حلو للناس اللي هي البنات اللي لسه مبتدئة آآ ده بيبقى سهل عليهم جدا بصوا بقى هنحط كده تلات معلق زيت او مسلا اربعة ونقلب بقى كده كويس بالشكل ده آآ بصوا انتوا بتقلبوا لو حسيتوا ان هي لسه محتاجة شوية زيت حطوا مش مشكلة انا طبعا ضفت اربع معلق زيت ايهو بالشكل ده وقلبت كويس آآ ده بني آآ انا قطعته شريح رفقيعة زي ما انتم شايفين كده آآ بصوا آآ الشاورمة طبعا بتحتاج اللي هو السدر الفرخة اللي هو البنية آآ لكن الوراك لأ ما بتنفعش بصراحة في قلب الشاورمة ما بتبقاش حلوة فطبعا اللي احنا هنفضل ان احنا نستخدمه في الشاورمة هو السدر بتاع الفرخة تجي بيه من عند الرجل وتقطعي شريح رفيع كده براحتك او تقولي له عمله لي شاورمة برضو قدي حاجة ترجعلي هقلب بقى الخلطة كويس كده في البنية ده نصف كيلو الكيس بتاع الشاورمة او خلطة الشاورمة ده بيعمل نصف كيلو بس آآ يعني لو حابة تعمليك كيلو بنيه شاورمة طبعا هتجيبك سين من الكيس ده اهو بالشكل كده الشكل انتو شايفينه ده اقلب كويس طبعا اهو خلاص كده بصرونه ورحته جميلة جدا خلاص كده بقى انا هسيبه ايه شوية كده ايه ايه شرم التدبيلة ممكن تسبيه بتاع ساعة او ساعتين دي حاجة ترجع لك وبعد كده بقى نشوف هنعمل في ايه هجيب بقى طبعا ايه الستريتش راب وغطيها اهو بالشكل ده وهحطها في الطلاجة ساعة انت عايزة تسيبها اكتر زي ما قلتلك دي حاجة ترجع لك بس آآ انتو عارفين اي حاجة بتتتبل كل ما تسيبيها وقت اكبر او وقت اكتر يعني من انتش عايزاه بتبقى كويسة جدا فانت لو حابة تسيبيها اكتر من ساعة مفيش مشكلة حابة تتبلها من بليل وتسيبيها طبعا بتبقى طحفة اهي خلاص كده ادخلها التلاجة بقى بصوا انا خلاص خرقتها هم التلاجة وعندي بصل شرايح وعندي طمط مية صغيرة كده اه دي طمط مية واحدة يعني يعني وسط وفلفل الوان طبعا شرايح بصوا بقى هنزل كده هجيب طوصة وهنزل بالبني اللي معي او الشورمة اللي معي الفراخ طبعا انا مش هضيف زيت ولا اي حاجة زي ما هي كده وانتو هتفرجوا بقى بعد ما تخلص هتبقى واشكالها من ازاي طبعا هافضل بقى اقلف فيها لحد ما كلها هتاخد لون وتستوي معي ما بتاخدش وقت معنا خالص حلوة جدا بصوا كمان لونها طبعا الحاجات اللي هي بتتضاف عليها دي آآ زي الفلفل الوان زي الطماطم زي البصل آآ انت هايزة تدي فيك دور تاني ممكن تدي فيه دي حاجة ترجعلك انت بس هي دي الحاجات الاساسية اللي بتتحط على الشاورمة ولو عندك بقى شوية مقدونس بعد ما تخلصيها تحطيها على الوش كده برضو بتدي شكل وتستحلوة قوي انا بقى هافضل اقلف فيها لحد ما تاخد لون بس نغير بقى المعلقة اللي معنا دي اللي هي الشايقلة دي نغيرها ونجيب معلقة اهو بالشكل ده آآ دايما يا جماعة التفسط اللي هي النوفال اللي احنا بنجيبها دي بنستخدمها لازم نخلي بنا استعمالنا ما نحطش فيها معالق آآ ستالس لازم حاجات تبقى خشب كده او حاجات سيليكون بالشكل ده بسطولة وتلاحظوا بقت يعني بدأت تاخد لون معايا وانا مش حطا لها ما دفت لهاز تاني ولا اي حاجة هم اللي اربع معالق زيت اللي انا حطتهم معايا كيس وخلاص كده آآ برضوك حلوة اولي الناس اللي عاملة ضايت وما بتحطش دهون كتير آآ دي حلوة جدا طبعا احنا عارفين الدهون السمنة والزيت حاجات دي بتزيد الوزن شوية بس احنا هنا ضايفين اربع معالق زيت بس فعشان كده انا بقول حلوة للضايت وكمان سدر الفرخة آآ ما فيوش دهون زي الورك يعني الوراك دايما بيبقى فيها دهون بتاعت الفراخ لكن السدر بتبقى لا ما فيهاش حتى دايما في اي ضايت الدكتور ينصحك ان انتي تقلي سدر فرخة مشوي او مسلوق لكن ما فيش دكتور ضايت بينسحب الوراك خلص بتاعت الفراخ لان هي فيها نسبة دهون عالية فعشان كده بقول دي حلوة وفيها غضار فيعني تبقى حلوة جدا في الضايت بس تتاكل بالمعلقة كده من غير عيش او اي حاجة او فينو فبتبقى كده احسن يعني لو تتاكل بالمعلقة بس بقى هي خلاص هي بتادي تاخد لون كلها معي بالشكل ده زي ما انتم شايفين احط بقى كده حبة فلفل اسود انا يعني بحب اضيف شوية فلفل اسود اه مع التدبيلة او الخلطة بتاعت الشاورمة عشان احنا عارفين بقى الزفرة بتاعت الفراخ بس برضو لازم نحط فلفل اسود انا عارفة ان الكيس اللي انا حطته ده اكد فيه فلفل اسود طبعا في التوابل بتاعته بس لازم نضيف شوية كده من عندنا ودي برضوك حاجة اختيارية ترجعلك انت اه طبعا لو انت بقى بتحب الشاورمة سبايسي تحطي ارني فلفل حور كده والحاجات دي طبعا بتبقى اختياري اه بس انا مش بحط عشان عندي اطفال وهيكلوا منها فمشين فعل انا احط اه بقى هبتدي بقى كده خلاص استويت ايا معي قادة اللون هنزل بقى بالبصل اللي هو الجوليان ده دي بصلوية اه اه اطعطها كده جوليان اهو او جوانح زي ما بتسموها يعني ونقلب بقى كده كويس بالشكل ده بس شكلها عاملت زي جميل جدا اهو وهنزيب بقى بعد كده الفلفل الالوان اهو اه طبعا الطريقة اللي عالكيس ما فيهاش فلفل الالوان ايا فيها فلفل اغدر بس وفيها طماطم وبصل لكن وفيها بقدمس لكن ما فيهاش فلفل الالوان بس انا بحب احط على الشورمة فلفل الالوان لاني بتخلي طعمها حلو وشكلها في نفس الوقت بيبقى جميل جدا ايه خلص كده اهو انا ادقتها لقيتها محتاجة شوية ملحي صغيرين فحطت عليها كده شوية ملحي صغيرين قوي وهقلب بالشكل ده اه ما بتاخدش وقت خلص على النور زي ما قلت لكم اه جربوها بالكيس اللي انا عاملة بيه بتاع الخلطة ده حلو قوي لو حد حابب يعني يغير شوية في التوابل اللي بيحطها من البيت او ما عندوش مسلا حاجة ناصمة التوابل ممكن يحط الكيس ده يجيبه سهل وسريع هضيط بقى الطماطمية كده زي ما انتم شايفين بصوا بقى الطماطمية دي انا بضيفها في الاخر اه ما بحطوهش مع الخضور او البصل عشان ما تنزلش ميتها وتبقى حلوة وتبقى سوري وحشا فلازم اضيفها بعد الخضور اللي هحطو وكل حاجة بحطها لازم اضيب بقى الطماطمية دي في الاخر عشان ما تنزلش مية وابتدي بقى اطفع عليها كده عشان انا مش عايزها تتبل معيها تمام خلاص بقى اين كده خلصت واضيب بقى حبة بقدونس وبردك البقى دونس في الاخر خلص بعد ما اطفع عليها تمام وهقلب كده عشان يفضل لونها اغدر ايه خلاص بقى كده ايه خلاص كده خلصت ارأيكو في شكلها انتحفها بجد عايزة بقى تحطيها في عيش اللي هو العيش اللي كريب عايزة تحطيها فينو براحتك انا طبعا هنا حطيتها فينو ايه ماردوش يحطوه في العيش اللي هو عيش السوق ده ماردوش يحطوه وماردوش هاكلو بعيش السوق وقالو لي لا احنا هنأكلها فينو وهذه القطشب طبعا والمايونيز بقى وبالهنة والشفى يلاقيكم بس شكلها عامل ازاي حلوة جدا جربوها بجد هتعجبكم ان شاء الله ولما اتجربوها بقى اقول له رأيكم ايه في الكيس اللي هو الجاز ده بتاع الخلطة حلوة قوي اهو بس شكلها جميل جدا اهم حاجة ما نسويش بس الخضر قوي نخليه كده يعني ولا يعني نص سوى زي ما بيقولوا عشان يديك كده القرمشة والطعم الحلو لما الخضور خصويا فلفل الوان ما بيبقاش مستوي قوي بيبقى طعمه حلو جدا اهو بالشكل ده اهو يا رب يبقى يكونين الفيديو عجبكم ويا رب يكونين وصفة عجبتكم اهو اتجربوها ان شاء الله وهتعجبكم وتقول له رأيكم في التعليقات ويا ريتو هحطوني تعليقات كده حلوة كده تشجعني اه وما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب عشان اتشجع وعملكو فيديوهات اكتر بصوا بقى نحط بقى القاتشوب كده بالشكل ده اهو وطبعا المايونيز الحاجات دي بقى الحاجات دي يعني مش مش ضرورية اللي بيحبها يدفها اللي ما بيحباش طبعا ما يدفوش يعني انا ما بيحبش على فكرة ولا المايونيز ولا القاتشوب يعني القاتشوب مش قوي يعني ممكن كده حاجة ببسيط قوي بس ما بيحبش المايونيز بصراحة اهو بالشكل ده شكلها جميل جدا يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة وفيديو جديد واسبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا